بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أب القاسم محمد الله ماشاء الله محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين حديثنا في الدرس الفقهي حول الغناء وقد يأخذ هذا البحث عدة حلقات أو جلسات لأهمية هذا الموضوع ولانتشار الغناء في مختلف مناطق العالم ولأن الكثير من الناس وخصوصا الشباب ربما يتأثر بظاهرة الغناء أو يسأل عن فلسفة تحريم الغناء ومن كان هناك نص قرآني أو نص حديث أو أن فتاوى العلماء مدى وضوحة وما هي أنواع الغناء وتعريف الغناء وما هو محلل منه وما هو غير محلل وما شاكل لأن الموضوع شائك ومفصل لذلك قد يحتاج عدة جلسات لتوضيح التفاصيل ولأنه مهم سنعرض له إن شاء الله خلال جلسات متعددة ولكن قبل أن نبدأ بموضوع الغناء يعني تعريف الغناء وتحريم الغناء من القرآن والسنة وفتاوى المراجع المختلفة في هذا الباب أحببت أن أقدم مقدمة عن الجانب العلمي أو الطبي هل أن الغناء علميا أو طبييا فيه ضرر الغناء والموسيقى هل فيهما ضرر على الإنسان أو على الكون الذي نعيش فيه أو ليس فيه ضرر وإنما الحرمة فقط تعبديا هذا السؤال دائما إثار في الأذهان وخصوصا الشباب ممكن يطرحون هذا السؤال يقولون الأطباء الغناء بفائدة ومهدئة للأعصاب وما بضرر أصلا وكثير من الأمراض تعالج بالغناء وما شكل من دعاوي موجودة فألي أترى فعلا هذه الدعاوي صحيحة أم لا القضية ليست كما يقال الجواب في موضوع الجانب الطبي وهو الجانب المهم لا يوجد أي فائدة طبية للغناء أبدا يعني لا تجد في كتاب طبي محترم الكتب الطبية المحترمة يقول بمعنى الكتب الطبية الأساسية التي يكتبها الأطباء الأخصائيون وليس ما يكتب في الجرائد والمجلات ما يكتب في الجرائد والمجلات حديث صحافي وليس موضوع علمي وإنما القضايا العلمية يكتبها الأطباء المتخصصون متخصصين في القلب متخصصين في الأعصاب متخصصين في الكلام متخصصين في الطب النفسي وما شكل من تخصصات موجودة لا يوجد أي مورد في الكتب الطبية يقول أن المرض الفلاني ممكن أن يعالج بالغناء أبدا هذا لا يوجد فهي دعوة في الأذهان كثيرا ما يسمعها الناس وهذه الدعوة غير صحيحة وخطأ شائع أحيانا لما تروجه أحيانا الجرائد والمجلات من أقاويل غير صحيحة الموضوع الثاني هل فيه في الواقع ضرر طبعا الجواب على هذا السؤال أولا الجواب الكل سواء كان فيه ضرر معروف أو ليس فيه ضرر أو ليس فيه ضرر معروف في كل أحوال معنى العبادة أن نتعبد بأمر الله سبحانه وتعالى بدون أن نسأل عن العلة إذا عرفنا العلة صار اتباعنا للمسألة مو قربة إلى الله وإنما قضية علمية إذا الواحد يتوقع من السم مو يقول أنا ما أشرب سم قربة إلى الله لا يدري أن السم يقتله ما يدنو من النار ما يقول أنا ما أدنو من النار حتى لا تحرقني قربة إلى الله يقول أنا ما أدنو من النار لأن تحرقني فصار القضية لمصلحة شخصية مو قربة إلى الله سبحانه وتعالى معنى القربة أني أستسلم لأمر الله الله قال لي لا تفعل أنا ما أفعل هذا بي ضرر ما بي ضرر بي نفع ما بي نفع شنو فلسفتي شنو حكمة طبيعي أنا مؤمن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يأمر بشيء بدون حكمة بدون سبب ولكن قد يكون السبب معروف لدي وقد لا يكون السبب معروف أحيانا أسباب مجهولة الله تعبد عباده بجملة من العبادات يقول بالصلاة صلاة الصبح ركعتين المغرب ثلاث ركعات الظهور أربع ركعات ليش مو كلها اثنين ليش مو كلها ثلاثة ليش مو كلها أربعة الله أعلم يقول صلاة الصبح جاهرية صلاة الظهور والعصر إخفات ليش هذه إخفات ليش ذكرة جاهرية الله أعلم يقول أن الصوم شهر في السنة لا أكثر لا أقل الله أعلم يقول في السفر أنا أفطر لماذا الله أعلم يقول في الحاج ارمي الشيطان بسبع حصيات لا أكثر ولا أقل لا ستة ولا ثمانية لا تصح ستة ولا تصح ثمانية وإنما سبعة ليش سبعة ليش مسبعين وأحسن أقوى أكثر تأثيرا في محاربة الشيطان قل لا أنتم مأمور بالعبادة بأن تتبع ما يقال لك من تشريع الله سبحانه وتعالى قد يبين في القرآن أو قد يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة النبوية أن أحيانا تشريعات مذكورة عموميات الحلال والحرام أو الواجبات والمحرمات مذكورة في القرآن والتفاصيل تركت للسنة النبوية الشريفة وصيرة أهل البيت سلام الله عليهم الذين أخذوا علومهم من النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الأصل السؤال في الواقع هو ممكن نقول خطأ هذا السؤال أنه نريد أن نفسر لماذا الغناء حرام فإذا اقتنعنا علميا صلوا على محمد وآله محمد نقول فإذا اقتنعنا علميا أن الغناء مضير نؤمن بذلك وإذا لم نقتنع لا نؤمن بذلك نقول هذا الطريقة من الفهم للشريعة طريقة خاطئة هذا لا سمح الله أحيانا يجرنا إلى فهم الشيطان الشيطان يقول خلقتني من نار وخلقته من طين فهو يرفض العبادة يقول أنا ما فهمت إلهي شنو سر أنا أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم وانت ما معقول إذا أنا الأفضل وانت خلي واحد الأفضل يسجد إلى واحد أقل فضلا هو مو معقول فأنا خلقتني من نار وخلقته من طين وكأنه هو يكون يقرر مو الله يقرر لا سمح الله أحيانا الانحراف يبدأ من هنا الإنسان يقول والله بعقلي ما يجي أنا شو بعقلي مقتنع بعقلي لا ما بيشي الغناء لطيف ما بيضرر بعقلي طيب أنا عقلي كامل يعني الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين هو من يحرم شيء يعني شعبثا بلا ضرورة بلا أثر بلا شيء طبعا هذا غير صحيح هذا في الواقع في بعض معانيه محاربة لله سبحانه وتعالى تحدي لله كأنه الله يقول وأنا أقول نوع من الشرك رأي من قابل رأي الله سقد يكون الشرك خفي أحيانا أنا مو متعمد ولكن بالنتيجة هو هكذا معنى أنه الله يقول وأنا أقول أنا باقلي أقول والله لا الغناء ما بيشي حلال حلو لطيف وشو نسمعنا غناء سنة كاملة وكل شيء ما صار به فكأنه إذا ما فهمت الضرار أو ما رأيت الأضرار أو ما شاكل فأذن هو حلال هذه طريقة من التصور مع الأسف كثير من الناس عندهم وهي طريقة شيطانية تجر الإنسان إلى أن بدأ أن يعبد الله يعبد هواه سهواه قد يصور له كثير من الأمور ضرورية أو غير ضرورية هو يتبعها هذا الجواب في الواقع عن من يقول أنه ما هي الأضرار أولا والجواب الثاني أنه نعم هناك أضرار طبية وأضرار طبيعية للغناء موجودة الغناء حافز قوي جدا للإنسان والحوافز المؤثرات عادة هي تزيد من إفرازات الأدرنالين عند الإنسان الأدرنالين ويسبب انقباض بالشرائين وارتفاع في ضغط الدم وكثرة في سرعة في ضربان القلب وترشح الكثير من الغدد والهورمونات عند الإنسان المختلفة فهذا الحافز القوي بإيقاع القوي يشد الإنسان لأنه مؤثر ويفقد الإنسان سيطرت على جسمه وعلى نفسه وإنما يتبع الإيقاع الموجود وينفعل وينسجم مع الإيقاع لأن ينتهي الإيقاع بعد مدة ربع ساعة نصف ساعة ساعة حسب المدة الموجودة هذا هو تأثير الغناء على الإنسان المحسوس كل واحد يشعر بهذا المعنى هذه عدم السيطرة على الجسم ما فيه خطورة على الإنسان طبعا فيه خطورة كبيرة الجسم الله سبحانه وتعالى جعل فيه صمامات أمان متعددة تحافظ على الجسم بشكل طبيعي بدل أن يؤدي إلى الموت ويعبر عنها بالإنترنل هوميوستيسيز أو الانسجام الطبيعي حالة الاستقرار المنسجمة في جسم الإنسان هذه هوميوستيسيز تعني أحيانا مثلا إذا أكل الطرشي المخللات موجودة هذه في حموضة عالية الحموضة العالية تؤدي إلى زيادة حموضة الدم حموضة الدم ثابتة بشكل دقيق جدا فلو زادت أحيانا ممكن خيار طرشي خيار واحد طرشي هذه كافية لقتل الإنسان لأن تغير في حموضة الدم بمقدار التي تتوقف كل عمليات الهرمونات والإنزيمات ويموت الإنسان طيب الإنسان ممكن يأخذ عشر خيارات من الطرشي أو المخللات وما يتأثر إذن ما الذي يعادل ذلك يعادل هذه ظاهرة التوازن الداخلي الموجودة في جسم الإنسان لأن الجسم إذا أحس أن الأحماض زادت أولا يحاول دفع الأحماض عن طريق الكلا ثانيا يعالج بعضها عن طريق الكبد ثالثا يعالج بعضها عن طريق التنفس يخرج كثير من الأمور فيرجع الجسم إلى الوضع الطبيعي يكون منسجا بالوضع الطبيعي بدون أن يؤثر وبالعكس إذا أخذ الإنسان قلوي هذا ملح إينو الذي يستعمل كثير من الناس بكربونات الصوديوم يستعمل إلى المعدة لحموضة المعدة هذا ممكن إناء منه ممكن أن يقتل الإنسان لو لا وجود هاي حالة التوازن الطبيعي عند الإنسان مثال آخر طبيعي هناك آلاف الأمثلة في المناحة الطبية كل التغيرات الكيميائية والغيران الجسم هو يعادلها لو زاد السكر في الدم الكبد يحول السكر إلى غلايكوجين ولو قل يحول غلايكوجين إلى سكر حتى يبقى تبقى نسبة السكر ثابتة في الدم في حالة التوازن الطبيعي الجسم يحافظ على هذا التوازن الطبيعي أحيانا معروفة للحراس في الليل يقول له امشي ما توقف ليش لأنه إذا وقف الحارس بسبب أنه حالة النعس تقل ضربات القلب وممكن أن يؤدي إلى قلة الدم إلى الدم ويغمى عليه يسقط على الأرض سألنا ليش ما يموت ليش يغمى عليه قبل أن يموت في حالة من التوازن الله سبحانه وتعالى خلقها لأنه إذا أغمى عليه يسقط على الأرض إذا سقط على الأرض يكون مستوى القلب ومستوى وكمية الدم تزداد أربعين بالمئة أكثر إذا كان الإنسان نائم في حالة ضربان القلب ويفيق من إغماء بشكل طبيعي إذا ضرب الإنسان في منطقة على المعدة إذا ضرب ضربة قوية البوكس معروفة هذه الألم الذي يكون من عنده كافي لأن يقتل الإنسان لأن الألم الشديد يوقف القلب يتوقف كليا مرة وحدة إذا توقف القلب يموت الإنسان ويمكن سامعين قصص كثير يمكن ماتوا يعني ضربوا بوكس واحد مات ولكن قبل أن يموت يغمى عليه إذا أغمي عليه بعد ما يشعر بالألم إذا ما شعر بالألم تأثير الألم كحافز قوي هذا يروح التأثير إذا راح التأثير القلب يرجع ينبض بشكل طبيعي يعني ممكن تنزل ضربان القلب إلى مستوى بدل مثلا سبعين أو خمسة سبعين ضربة ممكن إلى ثلاثين أو عشرين وتشيب الإنسان حالة إغماء بعد ذلك إذا ارتفع الأثر الألم القلب ممكن أن ينبض مرة ثانية يرجع من عشرين ثلاثين إلى ستين سبعين خمسة سبعين إلى الوضع الطبيعي ويفيق الإنسان من الإغماء هذه بعض النماذج طبيعي هناك كما قلت مئات الشوائد هي حالة الجسم يحافظ على التوازن الطبيعي هذا إذا كان التوازن بيد الإنسان هو جسمه مسيطر عليه وأعصابه مسيطر عليه فتحدث حالة التوازن الآن إذا أخليني بهذا التوازن صار خلل بهذا التوازن بسبب حافز قوي ما يمكن تتوقف أنت لازم تتفاعل مع الإيقاء لأن الإيقاء تأثيره قوي إيثاع الموسيقية أو الإيقاء الغنائي تأثيره قوي فإنسان يظل مشدود بتأثير الموسيقى والغناء فإذا عند أي مشكلة في القلب ممكن أن القلب يتوقف فجأة بدون أن يكون عنده سيطرة لأن الإنسان منسجم مع غناء إذا كان ارتفاع السكر ممكن أن يرتفع السكر بكميات كبيرة والإنسان لا يستطيع أن يسيطر لأن الحافز ما زال موجود بشكل كبير جدا وهكذا جميع الهرمونات والإنزيمات في الجسم تكون في حالة تحفيز دائمي بدون انضباط وبدون كنترول بدون أن يكون للجسم قدرة على أن يؤدي عقس ذلك ولذلك ممكن تحدث حالات كثيرة من أضرار بعض الإفرازات ممكن تؤدي إلى قرحة المعدة بعض الحوافز ممكن تؤدي إلى الكلا تتأثر أو الكبد يتأثر أو القلب ممكن يتأثر وهكذا أعضاء الجسم كلها ممكن أن تتأثر بذلك فإذن هو فيه ضرر كبير وفي بعض الروايات يقول بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة الفجيعة عادة المصيبة المفاجئة التي تكون فجيعة والمصائب وكلها مؤلمة بس إذا كانت مفاجئة للإنسان يعبر عنها فجيعة هذه الفجيعة بمعنى أنه مثلاً موت الفجأة ممكن أن يحدث أو دمار فجأة البيت ممكن يسقط أو يهوي أو ما شكل أي شيء أي مصيبة غير متوقعة ممكن أن تحدث وهذه أيضاً أحد الشواهد هناك موضوع آخر ارتباط الغناء بالسرطان بالواقع موضوع شيق وأنا أتمنى لو يقدر لبعض البحوث العلمية أن تقوم بدراسة موضوعية لإثباته ولكن هناك كثير من الشواهد ممكن أن تربط بين الغناء والموسيقى وازدياد نسبة السرطان في العالم لأن السرطان كيف يحدث السرطان كل الخلايا الجسم عادة إذا نمت تنمو بشكل مسيطر عليه كما قلنا بالتوازن الطبيعي يعني لو جرح الإنسان الخلايا العادية الجلد العادي الغير مجروح لا تنمو الخلية يعني الجلد كامل فقط إذا سقطت بعض الخلايا ينتنمو خلايا جديدة مقابلها بالمقدار إذا صار جرح جديد الجرح يحتاج أن يلتحم الجرح فالخلايا من الطرفين تتحفز هناك هرمونات هناك إنزيمات هناك مؤثرات تقول للخلية أن هناك جرح موجود ويجب أن تنمو فالخلايا تنمو بشكل كبير إلى أن يلحم الجرح فإذا التحم الجرح يتوقف النمو ما الذي جعل الخلايا تتحرك وما الذي جعل الخلايا تتوقف إي حالة التوازن الموجودة في الجسم الجسم يشعر بوجود خطر لوجود جرح والجرح مكشوف ممكن أن تدخل بيه الميكروبات وتؤذي الإنسان فيحفز الخلايا فإذا التحم الجرح يأمر الجسم الخلايا بأن تتوقف من التكاثر فيكون التكاثر مسيطر عليه محدود وعكذا إذا ماتت كريات الدم البيضاء إذا ماتت تتكاثر بعضها جديدة ولكن تقف عند حد لماذا لا تتكاثر دائما كما هو في سرطان الدم لأن هناك سيطرة معينة موجودة ولكن إذا خرجت الخلية عن السيطرة هذه تكون خلية سرطانية وهناك تغيير في تركيب الخلية يصير وهذا التغيير يأجي إلى أن هذه الخلية بعد ما تستجيب لأوامر الجسم الجسم يقول لها توقفي عن النمو يقول لها ما تستجيب يظل تنمو خلية وحدة يصير اثنين اربعة اربعة ثمانية ثمانية سطعة سطعة ثنين وثلاثين وهكذا تنمو ثم المكان ضيق يعني هي ممكن تكون خلية بالمعدة بالأمعاء بالكبد بالكلا بالعضلة أي مكان عندما تنمو يكون مكانا كبير ثم تنتقل عن طريق الدم إلى مناطق أخرى وتبقى تنمو إذا نمت إلى الدماغ ومحين يصير ورم بالدماغ يضغط على الدماغ من جانب الجمجمة من جانب الدماغ إذا صار قريب القلب يضغط على القلب قريب الرأة يضغط على الرأة وهكذا فضرره بهذا النمو وأن يضغط على أجزاء جسم المجاورة فإذا هو نمو غير مسيطر عليه نمو غير طبيعي لخلايا الجسم طيب هذا الإيقاع الموسيقي والغناء الذي هو اهتزاز يعطي فتحالة اهتزاز ونشعة وحركة منسجمة إيقاعيا لفترة طويلة للإنسان ممكن أن تحول بعض الخلايا بأن تفقد توازنها وتخرج عن هاي المعادلة وتنمو بشكل غير طبيعي طبيعي ممكن جدا الآن في حالة الاستنساخ إذا تقرؤون عن الاستنساخ لخلايا الجسمية يأخذوها وفي المختبر يحاولون هاي الخلية يخلوها تنمو كما الخلية البيضة المخصبة كانت تنمو تنمو إلى إما حيوان جديد أو ممكن إلى إنسان جديد كيف يحفزوها حتى تنمو ما هو الحافز الذي يعطى للخلية حتى تنمو الخلية موجودة بس ما تنمو ليش ما تنمو لأنه ضمن سيطرة معينة يقول يقول يطوع اهتزازات كهربائية معينة فإذن أي اهتزاز معين سواء كان كهربائي أو فيزيائي أو ما شكل ممكن أن يحول الخلية بحتى تبدأ بالنمو فإذن الموسيقى وهي اهتزاز متكرر مؤثر على جميع أجزاء الجسم ممكن أن يغير هاي الحالة ممكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية الإنسان في غنى عنه فما لا يستغرب إذن إذا كان هناك في أضرار الضرر الآخر للغناء والموسيقى هو الضرر النفسي الموجود بعضهم يذكرون أنه الغناء مهدية للأعصاب وجميلة وجيدة أولا بعضها مهدية للأعصاب هذا قسم محدود جدا من الموسيقى اللي هو موسيقى مهدية وثانيا كما قلنا الأضرار الأخرى التأثير على الحالة النفسية الحالة النفسية أيضا فيها توازن الإنسان في حالة إذا عنده مشاكل نفسية عنده كآبة في حالة الكآبة 5% من مرضى الكآبة سرأدهم حالة رغبة في الانتحار ولكن ما ينتحرون لماذا لا ينتحرون هو يرغب بالانتحار يريد ينتحر ولكن حالة الكآبة هو هلقة كئيب لما يستطيع أن يقرر عن كيفية الانتحار القرار يريد يروح يفكر شيء سوي بسجينة يضرب وحب سجينة بكهرباء يرمي نفسه من شاهق هذا يحتاج قرار هذا القرار هو عاجز عنه شوف هذا أيضا توازن الطبيعي حالة الكآبة يتمنع من أن يباشر بالانتحار ولولا الكآبة ممكن كان ينتحر لأنه هو مقرر أن ينتحر بس عاجز عاجز لأنه كيب ما لا خرب ما لا رغبة ما لا قابلية أن يتخذ قرار ويوصى بعض أنواع الكآبة اللي هي internal depression الكآبة الداخلية يوصى طبيا أنه هذا النوع لأنه فيه 5% من حالات الرغبة في الانتحار أول ما يبدأ العلاج الطبي حالة النشاط تبدأ عند الإنسان ولكن حالة الكآبة ما زالت موجودة الكآبة تأخذ أسبوعا إلى 3 سابيع حتى تختفي ولكن النشاط نشاط الإنسان ممكن أن يبدأ من أول يوم من أخذ الحبوب ووقت الانتحار يكون في هذه الفترة بعد بدء العلاج لأن مجرد أن يبدأ العلاج يصير الإنسان عنده نشاط كئيب ولكن عنده نشاط عنده قابلية على القرار فيتخذ قراره وممكن أن لا سمح الله ينتحر هذه من قضايا الطبية المعروفة ولذلك يوصى هذا النوع من المرضى أن يعالج في المستشفى لا يعالج في البيت حتى يكون تحت السيطرة في المستشفى وإلى أن يشفى كليا يخرج من المستشفى أقول هذه حالة التوازن كما قلت مئات هذا المعنى أن هذا شخص عنده النوع من الإصابة والكئابة 95% من المجتمع على الأقل يصاب بها في فترة من فترات حياته ممكن كثير منهم النشاط الغير مسيطر عليه بسبب الغناء لا سمح الله ممكن أن يؤدي بإلى قرار باعتبار وجود الكئابة أو وجود أمور أخرى نفسية أوارض نفسية ممكن أن يؤدي إلى الانتحار وازدياد نسبة الانتحار في البلاد الغربية ربما بعض أسبابها يكون هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى عدم الإيمان بالله عدم الإيمان بحرمة الغناء وعدم وجود وازع نفسه وعدم ارتباط بالله عن طريق الصلاة والصوم والعبادات والدعاء وغيرها وعوامل متعددة ولكن هذا قد يكون أحد العوامل الموجودة والأمر الآخر يذكر في بعض فوائد الغناء يقولون أنه وضعت في حقل للنباتات وضعت موسيقى مستمرة ورأوا أن النبات ينمو بشكل أسرع وفي بعض حقول الأبقار أيضا وضعت الموسيقى وكانت البقرة تدر كمية أكبر من الحليب باعتبار نشاطها وحركتها ولذلك يدو فائدة سأولا أنا ما أعرف مدى قيمة هذه التقارير هل ترى هي علمية أم هي دعائية لأن كثير من حقول الأبقار ما فيها غناء ومعنى ذلك أن هذه التقارير مو دقيقة ولكن لنفترض أنها صحيحة فهذه تؤيد ما قلنا أن الغناء ممكن أن يؤدي إلى السرطان لأنه نمو غير طبيعي وغير مسيطر عليه للخلايا بحيث حتى خلايا الحليب تنمو بسرعة وتفرز الحليب حتى النباتات تنمو بسرعة وتزداد طولا وحجما وكثرة بهذا الوضع فهذا معناه أن النمو الغير طبيعي هو يكون أحد الأضرار الموجودة الموضوع الآخر قبل أن ننهي الحديث هو موضوع الأضرار والغناء على البيئة على الجو أحيانا ممكن الكرة الأرضية كلها تتأثر بالغناء والغناء نوع من التردد الخاص الذين درسوا الفيزياء يعلمون أن هناك تردد طبيعي لكل شيء كل شيء هناك تردد طبيعي تردد طبيعي يعني نوع من الاهتزاز بذبذبة معينة 20 مرة بالثانية 21 25 100 200 أقيل أكثر والشوكة تستعمل بالمختبر عادة الشوكة الرنانة نسميها تونينج فورك التي تستعمل هذه إذا ضربناها على جزم صليب تبدأ بالاهتزاز فلو كانت شوكة أخرى مشابهة لنفس الدرجة من نضعها بجنبها نرى بعد ثواني الشوكة الثانية تبدأ بالاهتزاز معنى وإحنا ما ضربنا الشوكة الثانية ضربنا بس الأولى أولى ضربناها بدأت بالاهتزاز إلى أن تتوقف أما الثانية ما ضربناها هي كانت واقفة لكن لما وضعناها جنبا إلى جنب اهتزاز الأولى لأنه مشابه لنفس تردد الثانية تبدأ الثانية بالاهتزاز بعضهم يمكن يفسر هذه منارة جمجم الموجودة في إصفهان منارتين عاليتين إذا اهتزت إحدى المنارات بحركة الإنسان المنارة الثانية أيضا تحتز بدون أن يمسى إنسان وبعضهم يظنوا ربما السبب هو هذا ما يسمى بالتردد الطبيعي طيب بعض الشواهد في الفيزياء يمكن اللي درسوا في فيزياء يذكرون يقول أن الجنود إذا عبروا على جسر يقول أنه مشيهم ما يكون بإيقاع مو إيقاع عسكري وممكن يمشون مشي عسكرية منتظمة إذا وصلوا إلى الجسر يقول له امشوا مشي عادي لماذا؟ لأنه يخشون أن يكون ذبذبة الإيقاع للجنود لغرب الجنود أقدامهم بالأرض مشابه للتردد الطبيعي الموجود عند الجسر لأن كل شيء في الكون عنده تردد طبيعي وإذا تحرك الجسر بهذا الإيقاع ممكن أن يتهدم حتى أنه يذكر في كتب الفيزياء أنه جسر انهدم بعبور كلب عليه وما كهو تفسير علمي أنه كيف الكلب ممكن يؤدي إلى انهدام جسر إلا أن يكون أقدام الكلب ترددها مشابه لتردد نفس الجسر وبدأ الجسر بالاهتزاز وطبيعي تهدم هذا المعنى موجود التردد الطبيعي الموجود في كل شيء إذن لو صارت الموسيقى موجودة في مكانات مختلفة هل تؤثر إذن على التردد الطبيعي الموجود بالكون ما حولنا على المياه على الجبال على الأراضي على البيوت على غيره طبيعي ممكن يؤثر لأن كل شيء كما قلنا له تردد معين وهذا التردد ممكن أن يتأثر بالغناء مباشرة وكما قلنا أن الخلايا ممكن تتحرك بسبب هذا التردد أيضا نفسه وتتحول إلى خلايا مرضية أو سرطانية فإذن للغناء أضرار كثيرة لأن الغرب عادة هو الذي يقوم بالبحوث هو معتاد على الغناء والموسيقى والرقص وغيره ما يجري بحوث في هذا الجانب ومع الأسف البلاد الإسلامية نفسه والبحوث بها قليل جدا لا يذكر لم يستطعوا أن يبحثوا هذا المعنى ولكن نحن نقول الروايات حينما تقول أن بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة معنى معنى ذلك أن هناك أضرار دنيوية مادية موجودة ممكن أن تحدث ويجب على الإنسان أن يؤمن بأضراره وبحكمة عدم الاستماع على الغناء والموسيقى لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نلتزم بأحكام دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن نكون من المؤمنين الواعين المخلصين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآله رب العالمين